تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد على قناة سيفي سبورت في اليوتيوب اللي بطلب منكم تشتركوا فيها حلقة اليوم ربما قصة مختلفة شوي باسلوبها عن قصصنا المعتادة لأنها قصة مش عادية قصة أسرع انهيار ربما عرفة كرة القدم لفريق كاد أن يصل القمة وأيضا قصة خطأ من شخص خرق قانون ربط كل أنديت أوروبا ليومنا هذا أكيد بتشوفوا ناس بشيروا صور نادي لاتسيو عام 2000 الصور اللي فيها أساطين فيها النستا فيها الندفة الفائز بالكرة الذهبية فيها فيرون فيها زيميوني فيها بوكسيتش الكرواتي فيها السلس فيها منشيني فيها كثير لعبين أوكوتو بتدفاعوا ميهايلوبيتش وتخلصوا 11 لعب 11 لعب دولي مهم في فرقهم ومنتخباتهم الكبرى في أوروبا أنا داك حققوا دوري عام 2000 دلقى بالدور الإيطالي وأذكر عنوان شهير في الصحافة الإيطالية عندما أخطأ لاتسيو مع بالانسيا وخسر خمسة اثنين في الذهاب وما فاز دور الأبطال لأنه هناك بتلك اللحظة كان تشكيلة لاتسيو تقريبا هي أكثر تشكيلة كاملة في أوروبا وقالوا هفوت لاتسيو حرمته من زعامة أوروبا لأنها مباراة واحدة فقط غيرت كل موازين الموسم بالنسبة لهم أوروبية هذا الفريق المسيطر القوي اللي الناس بتقول اوف غلط لأنه مجامش دوري عبطال أوروبا بعد أربع سنين بس كان في محامي عم بيركب سكوتر كهربائي وبسرع عشان ما يورط في أزمة السير الموجودة في روما ويوصل قبل دقائق من النطق بالحكم على لاتسيو بالإفلاس والهبوط للدرجة الرابعة ويسلم وثائق يأكد أنه في خطة عمل قادرة على سداد الديون للنادي اللي كانت تقدر في تلك اللحظة على الورق 180 مليون يورو وبعد ما المحامي قدر يقنع القضاء بأنه أصبروا شوي على لاتسيو وخلوه في الدوري أقنعهم أيضا بأنه يقصط الديون على 23 سنة ويقول له تيتوب في عام 2019 تصريح شهير عن لاتسيو لما يجأ له قال لي جيت على نادي على ديون مش 180 زي ما الناس بتفكر أبدا ديونه الحقيقية 550 مليون يورو يعني أكتر من نصف مليار أيضا بيقول كان دخل النادي 85 مليون يورو دخله مش أرباحه يعني لسه بدي روح منه فلوس كتير مصريف رواتب وشراء وبيع لعيبه والكلام فلما قلت لهم أنا بقدر أنقض هذا النادي بيقول أصدقائي ضحكوا علي وقالوا لي أنت مجنون شو اللي يخلى فريق كان في 2000 بالقمة أنه في 2004 يكون يدور على شخصي ينقضه وصفوه بالمجنون القصة بتبدأ مع رجل اسمه سيرجو كرانيوتي هذا الرجل إجا واشترى لاتسيو عام 1992 بعد أربع سنين من عودة لاتسيو لدوري الدرجة الأولى ومن أول يوم قال أنا مش جاي أدير نادي عادي أنا جاي أصنع فريق من القمة هذا الرجل أيضا كان يمتلك شركة مصانع أغذي اسمه تشيريو وطبعا اللي عاشوا في أوروبا أو تنقلوا في أوروبا لفترات كانوا يعرفوا أن تشيريو من سيطرة في مسألة صناعة المواد الغذائية اللي تتعلق في الطباطم يعني معرفشوا بتسموحوا بسميه صلصة بندورا طبعا هذه الشركة قديمة جدا مؤسسة عام 1856 واشتراها؟ كرانيوتي عام 1994 ويعمل خطأ كبير بأنه فعلا دمج الشركة الأغذية اللي استحولت على كثير شركات غذائية أخرى وسيطرت تقريبا على أوروبا أنه دمج هذا كله مع لاتسيو حتى بطلوا ناس يفرقوا بين لاتسيو وشركة تشيريو لمستوى كانوا كثير مشجعين للاتسيو في أوروبا وفي إطار تحديدا يروحوا يشتروا مواد الغذائية لأنهم معرفينهم بهذا العلب اللي بيشتروها قاعدين عملي يشتروا لاعب للاتسيو ووصل هذا الاندماج طبعا تشيريو كانت على قميص لاتسيو ما بين 96 و2000 وكان كل شي يقول لاتسيو ماشيت وكان كل شي يقول لاتسيو ماشي تمام لكن في 2001 صارت خطوة غريبة تنبيع ندفد تنبيع فيرون الجمهور طلع غضب وصار يقول كرانيوتي فقد الطموح فقد الأمل فرح الرجل قرب أنا مستقيل وطالع ما خلص بديش هذا النادي وبدي عيش بسلام وهدوء فأيجي مجلس إدارة ركض عليه قال له شو أنت بقي تضيعنا بدك تجنننا بدك أنه شو بدك تدمر النادي احنا بدونك من ضيع يعني أنت اللي أنقطنا وانت اللي عملت مجد النادي أنت اللي جبت الكوس وانت اللي جبت الدوري وكأس أوروبا الأبطال الكأس فقال خلص بضل معكم ويريتم ما ضل معهم بعد سنة واحدة بس تشيريو الشركة المواد الغذائية بتثبت تلاعبها بمسائل أنا بصراحة مفهمتها لليوم يعني قد ما قريت عنها مفهمتها بالتلاعب مع بنوك وتقديم أوراق كذبة وبيع سندات ملهاش قيمة للناس بالملايين فما بين فساد ما بين غرامات ما بين الأموال لم تدفع تشيريو نهارك ونهار محا مباشرة إكرانيوتي الممول الرئيسي للنادي وعطون البنوك تقول للاسيو أنت عليك الديون وبدك تتفحها وإذا ما دفعتها هيعلن إفلاسك وتهبط وإحنا ما رح نعطيك فلوس أبدا لعند ما تشيل إكرانيوتي الرجل اللي في 2001 لما قدم استقالته قالوا له لا أرجوك خليك في 2003 قالوا له قدم استقالتك ماش يلسل إدارة نفسه اللي رفض استقالته الأولى أجبره يقدم الاستقالة الثانية ب2003 عشان البنوك تقبل تحكي مع لاسيو مجرد كلام والجدول شوي ديونه وحتى رغم انهياره لأخلاقي ما بين فساده والتلاعب وسرقة فلوس الناس وصفه روبرتو مانشيني اللي كان مدرب لاسيو أنا ذاك لما استقال قال ضحى بنفسه من أجل لاسيو كما فعل دائما كان كرانيوتي الرجل الذي يضحي بنفسه من أجل لاسيو وكما يقال الأسطورة الفاسدة اللي بيحبها جميع مشجعي لاسيو هذا الرجل فعليا أوحى للتحدي الروبي بشيء خطير إنه الحماس ورغبة النجاح في كرة القدم مكلفة وإذا يجعلها واحد زي كرانيوتي دمج البزنس الخاص فيه مع بزنس النادي فجأة حيدمر النادي ويفلسه والجماهير اللي تعلقت في هاي النادي حتلقى سراب وهو فعلا يملك النادي لكن لا يملك مشاعر وقلوب الجماهير ومن هون بدأ التفكير بقانون اللعب المالي النظيف اللي هو أساسه الأساسي مش إنك تصرف وتبيع وتصرف قد ما بيجيك فلوس والكلام هاد لا أساسه التفريق بين فلوسك كمالك وفلوس النادي كنادي لأنه إذا اعتمدوا كثير عليك وإنت انهرت النادي حينهار مش دنب النادي ولا دنب الجمهور في ذلك فمن هون كانت فكرة انهيار لا تسير غريب ما بين ألفين نادي زعلني إنهم ما جابوا دوري أبطال أوروبا لألفين وأربع نادي بدمنوا يظلوا في الدورة الإيضالية وطبعا مع انهيار لاتسي في عام 2004 كانت قصة بيع نيستا الشهيرة لأثار الجدل وغضب جمهيرة لاتسيو كلها لأنه راح على ميلا وكران يؤتي هذا ما خرصت قصته رغم إنه كبر بالعمر حتى عام 2015 وجدوا إنه لما أعلن إفلاسه وأعطاهم كل فلوسه كان يمخبي 31 مليون يورو على جنب ما عرفوا يلقوها حتى يومنا هذا نوصل هون لنهاية حلقة قصة الجمعة باستنى منكم دائما تعليقاتكم عن هذه القصة وعن قصص أخرى بدكم إيها قريبا حتكون معكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر